السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على قناة مريم كيتشن وصفة اليوم عبارة عن تحلية باردة سهلة منعشة وبمذاق لا يقاوم بقاوم معايا باش نشوفو المراحل والمقادر بالنسبة للمقادر غدي نحتاجو 500 جرام ديال المانجو يمكن لكم تعويضوه بالخوخ المعلب نصف مقطع على شكل صغير ونصف تحنطو مع كاس ديال الماء 20 سنتيليتر ديال القجدة السائلة زوج محلقات كبار ديال السكر سانيدا 3 ملاعق كبار ديال الكوك أو الكوكو بشكل اختياري ورقات الجيلاتين وغادي نبداو على بركة الله في وعاء غادي نوضع القجدة السائلة وغادي نضربوها مع السكر نضربوها مزيان حتى نحصلو على علاق 5 شنتي غا نسخنو نصف من عصير المنقو أو الخوخ حسب الاختيار وفي النصف اللي سخننا غادي نضيفو لجيلاتين اللي فزقناها في الماء من قبل أنا هنا كنستعمل بدرة الجيلاتين ولهذا هي على هات الشكل غا نخلطو مزيان باش تدوب لجيلاتين وغادي نخلوها في جناب باش تبرد شوية من بعد ما بردات غادي نضيفو نصف من الكمية في الكخيم شنتي اللي ضربنا من قبل وشوية بشوية غادي نخلطو ومن بعد غادي نضيفو بودرة الكوك وغادي نخلطو شوية بشوية باش ما تتحش لنا الكخيم والكمية اللي بقات لنا من الخالط اللي درنا فيها الجيلاتين غادي نضيفوه في العصير جال المونجو او الخوخ ودبا غادي نبداو المونتاج جالي فيغينجالنا بينسوا وحسب الحجم جالي فيغينجالكم يمكن لكم استعمال كتر او قل هنا أنا غاستعمل معلقة كبيرة جالة كخيم في التحت وغادي نتابعو غادي نضيفو كمية من شرائح الفاكهة اللي اختارتوها غادي نضيفو على الفواكه واحد طبق تاني من الكخيم هنحاولو نغطيو جميع الفواكه وغادي نكملو بالعصير نوضعو كمية من الفوق وغادي نزينوه ببدرة الكوكه طبعا التزيين يبقى على رحتكم وغادي نوضعوه في الثلاجة يبرد لمدة ساعتين على الاقل اتمنى ان شاء الله تجربوه وانه نالي اعجابكم ما تنسوش اتشاركوا معنا على القناة باش تجعونا ودعمونا للمزيد بصحور رحا والسلام عليكم